موسيقى منتجع الجلالة السياحي هو أحد المشروعات القومية الكبيرة اللي بتنفذها الدولة ومن المتوقع أن يساهم في خطة الدولة لتنمية المناطق ذات الطبيعة الساحرة ويعتبر مشروع الجلالة هو أكبر مشروع قومي بعد العصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع سياحي وترفيهي على أعلى المستويات العالمية وصل حجم الإنجاز فيه على الأرض بصورة شبه نهائية على بعد ساعتين من محافظة القاهرة وتحديداً بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس يقع مشروع هطبة الجلالة ليعيد تشكيل حكاية جبله ظل على هيئته منذ بدء الخليقة حتى تشكلت صفوحه لتبشع جمالاً خلاباً بأيد المصريين قرابة الخمس سنوات من العمل الشاق والدأوب احتضم المشروع أبهل الأماكن السياحية المتفردة التي أعادت صياغة الجبل بمشروع منتجع الجلالة السياحية الذي يقام على شاطئ خليب السويس بمنطقة رأس الدول وهنا يقع الفندق الساحلي الذي تم تصميمه وتنفيذه على أحدث الطرق الهندسية والتصميمات المعمارية ليكون تحفة فنية وعلامة مميزة للمشروع في الفندق الساحلي وده من ضمن مقونات منتجع الجلالة السياحي احنا بنتكلم الفندق الساحلي على شكل حرف واي قطوع شرقي وغربي وجنوبي عدد غرف 259 غرفة و34 جناح عندنا الفندق الساحلي بيتكون من عدد اثنين مطعم متخصص وعدد مطعم رئيسي ومطعم على حمام السباحة بالاضافة من الملحقات الفندق بنتكلم فيه جراز سطحي وجراز زاد طبقين جراز بالبدرامو وجراز علوي بالاضافة لوجود قاعة متعددة الأغراض تستخدم الاحتفالات أو المؤتمرات بالاضافة لوجود أربع قاعد فرعية منطقة الجاردن فرعية السباحة ده بتبقى مستطعات أصغر شوية الفندق الساحلي عندنا بي برضو من مكونات بيوجد بي نادي ساحي خدم الفندق الساحلي بنتكلم بعد كده في منطقة الجالهات والفلات الفندقية فعندنا 26 فيلا فندقية النموذج به بعد كده عندنا 48 شليه ده نموذج ألف 24 ستوديو لضافة لوجود 96 شليه نموذج به كل منطقة يعني مثلا حمام السباحة دوت بيوجد عليه حمام السباحة بيبقى منطقة الفندق الساحلي ليه يتابع لي حمام سباحة خدمي للمنطقة منطقة الفلات لها حمام سباحة منطقة الشلاد أيضا لها حمام سباحي خدمي لتلك المنطقة إحنا في المراحل النهية يعني خلاص إحنا الموضوع بدأ أن هو بيجي أن هو يعني خلاص بتبدأ أن أنت بتتسلم مشروعك للإدارة اللي هتبدأ أن هي تشغل المشروع والنهية تبقى فيه بعد كده الاستثمارات اللي يتصرف الفلوس اللي اتصرفت على المشروع تبدأ أن هي تضخ بعد كده ويبقى فيه حجم الإنجاز اللي يتعمل يبقى فيه ليه استثمار بعد كده ويقدر أن احنا نستفيد بيه هنا يقف الفندق الجبلي متفردا الذي يرتفع على مستوى سطح البحر بستين مترا ويحوي مائتين واثنتين وسبعين غرفة وستة وعشرين جناع وستة عشرة غرفة لاستخدامات اليوم الواحد وأربع غرف لدوي احتياجات خاصة إضافة إلى مئات الغرف السياحية والفندقية المجهزة على أعلى مستوى الوجهة الفندق الخلفية بتطلع على الجزء الجبلي اللي احنا قفين فيه ده المدخل الرئيسي للفندق الوجهة الأمامية للفندق دي بتبص على بالكامل جميع الغرف بتبص على البحر يعني منظر كامل للبحر بالإضافة للفندق هنا احنا عندنا استكمال للفندق عبارة عن 17 فيلا شاطئية بالإضافة لكده فيه عندنا 12 عمارة الـ 12 عمارة دي فيها شاليهات مجموعة من الشاليهات بالإضافة المجموعة من الفندق الأخرى بيتم تنفيذه المشروع تم تنفيذه في وقت القياسي في حوالي سنتين ونص تم تنفيذه بسرعة أكتر من المعتاد في نفس نوعية المشروعات دي احنا ننفذناه في الحمد لله في حوالي سنتين ونص وان شاء الله في التسليم في خلال فوقت قريب جدا وتضم أيضا المرحلة الأولى كل من مدينة الأرعاب المائية وممشى الدراجات الهوائية ومارينة اليخوت والمنفذ البحرية والمركز الترفيهي ومحطة التلفريك ومجمع المطاعم والهايبر ماركا المطاعم والكفتريات منطقة اليخوت بمبنى ألف ومنطقة بمبنى الجوازات اتعملت في مدة المبنى الخدمية اتعملت في حوالي سبعة شهور اتعملت في وقت كاسي جدا طبعا من ضمنه اعملنا برضو هنا في المنتجة السحيلي عندنا مبنى واو ده هايبر الجلالة حوالي ستاشر ألف متر مسطح في مجموعة محلات وبرضو مطاعم هايبر ماركت العمالة يعني تقريبا كده رقم تقريب العمالة اللي اشتغلت هنا حوالي متوسط العمالة اللي اشتغلت معنا في الفترة اللي احنا اشتغلنا هنا كشركة واحدة بيارب من حوالي ألف عامل فيه مهندسين ومحاسب وكل فئة العمالة وفوق سطح البحر بحوالي سبعمائة متر كانت مدينة الجلالة ترسم لوحات جمالية مختلفة من خلال الانجاز في البناء بالقرية السياحية والمطاعم المختلفة بالاضافة الى كورنيش المتاح لجميع المواطنين المصريين احنا وصلنا في المدينة السياحية هنا تقريبا لحوالي 95% يعني الفندق بالكابل خلصان بالغرب بتاعته جاهزة على بعض الترشاط انها تسكن المطاعم المتخصصة الشليهات المباني التاونهاوس كله خلاص خلصان حما مات السلاحة يعني احنا بنتكلم في 5% نقول وقت مسيح جدا ان شاء الله وكون مشروع جاهز للتشغيل نظرتك بقى باش مهندس دي حاجة يعني عايز عارف رؤيتك لما جيت المشروع في الاول قصيت على جبال ودي الوقت ياه شعورك ايه احساسك ايه اه من يعني احنا كمهندسين بنعتز تماما ان كنت تكون داخل في مشروعات فيها تحدي فالمشروع اساسا كله تحديات وتحديات تبدأ من ان الغربة ان كنت سايب اهلك وناسك مش هدت لوحدك بس ده كل اللي حوالين منك سايبين اهليهم وناسك مغيين هنا يشتغلوا في الجبل علشان يعملوا مشروع هم باختنعوا بيه لما شافوه ان هو يعني انا واحد من الناس كنت فخور ان المشروع زي ده يبقى في السيفي بتاعي في السجل بتاعي في سجل انجازاتي لا لا دفستك كمهندس يعني احنا بتوضع شديد كده هو ده حقيقي ان المشروع ده يفتخر بي اي مهندس اشتغل على ارتفاع 700 متر من سطح البحر نتكلم على مطاية الكورنيش والفيو اللي احنا شايفينه المنظر الجمالي البديع العجبي كليل نكتر عن التفاصيل الكورنيش طوله ايه بيحتوي علي اه والله هنا عندي الكورنيش الجبلي طوله تقريبا من ستة كيلو عرضه خمس وعشر متر اه فيه مامشا للسيارات وفيه عندي احواط زراعية وفيه عندي مامشا للدرجات ومامشا الافراد عادي وفيه حوالي 6 مطاعم فتاة او 3 او مطاعم الوقبات السريع وعندي فيه مسجد على الكورنيش وفيه عندي اثنين مطاعم متخصصة كيلوارد حجم الكورنيش واخد اكبر مكان موجود في المدينة هو فعلا طوله كبير جدا بس عشان يخدم بس على بيت الكورة التانية اللي المطلعة عليه عشان كمان حتى اللي بيعز يطلع يترفق شوعة واخد جو كويس بعيد عن المدينة اللي وقعد فيها وقريرة بيقدر ياخد راحتهم ويشوف الفيول اللي هو شايفون احنا شايفينه دلوقتي الجبار البحر المنتجعة تحت فده بيبع سهل كويس او بيدي راحة نفسية او النزيل هنا في الجلال او فضل الجلال هطبة الجلالة هذا الصرح العظيم الذي يتميز بموقع جغرافي ممتاز يساهم في تحقيق التنمية في مصر من خلال انشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة طليق بمكانة مصر السياحية كونها احدى الوجهات السياحية العالمية رمضان المطعني النيل اشتركوا في القناة